بعد الانتهاء من المرحلة الأولى في تطبيق النظام الإلكتروني لإصدار ترخيص مزاولة المهنة للأفراد من الصيادلة في إدارة تفتيش الأدوية العمل جاري لإنجاز المرحلة الثانية من النظام الإلكتروني لإصدار الترخيص للصيدليات والشركات الأدوية والمستودعات بالإضافة إلى محلات المكملات الغذائية عدد الصيدليات الإجمالية بالكويت تبحين 478 صيدليات بالإضافة نحط معها صيدليات الجمعيات التعاونية هذين يتم إدخالهم في الكمبيوتر ويتم إدخالهم أونلاين ويتم التعامل أيضا بيننا وبين وزارات الدولة هذا الشيء هم سيسهل أنه بدل ما يخرج من عندنا هنا يروح يلف على وزارة الشؤون ويروف يلف على التعليم العالي ويروف يلف على وزارة التجارة والأماكن هذه كلها هنا تندزل معاملة أماكن هنا وترجع لنا هنا موقعها خالصة هذه كانت تاخذ فترات طويلة في السابق يعني كانت تاخذ من ثماني شهور إلى سنة أحيانا أكثر من سنة عملية التقديم لطلب إصدار الترخيص لحين إصدار الترخيص الحين نتكلم مع التأخير العملية ما تزيد عن شهرين عدد المعاملات التي تستقبلها إدارة تفتيش الأدوية يوميا لإصدار وتجديد ونقل ترخيص الصيادلة عشرين معاملة والتي تمر بعدة مراحل مدروسة دون حاجة الصيدلاني لمراجعة الإدارة صار الحين مجرد كل واحد يفتح لأكاونت نمبر من مكانة يبعث المستندات المطلوبة توصلنا هنا بالإدارة ندقق عليها بعد ما يتم الاعتماد للطلب يتم إرسال رابط لدفع رسوم الترخيص مجرد دفع الرسوم يبين عندنا بالنظام أنه دفع الرسوم نقدر نصدر للترخيص طبعا إصدار الترخيص يكون إلكتروني بالنسبة لتراخيص مزاولة المهنة التي نريد شغال فيها تأخذ لها يمكن يوم أو يومين بالكثير كما أنهت الإدارة من أرشفة كافة الملفات الوراقية وتحويلها إلى ملفات إلكترونية الخاصة بالصيادلة ومختلف المنشآت الصيدلانية لما أبو علاوي تلفزيون دولة الكويت